اهلا بكم النهاردة مش هيكون فيديو تعليمي بقدر ما ان احنا حابين نشارك معاكم احد التطورات اللي عملناها في الستوديو اللي بنسجل فيه الفيديوهات بتاعتنا وهو المايك سامسون سي زيرو سري يو اكس ال ار لو لسه ما اشتركتش في القناة اضغط سبسكرايب فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة لو عجبك الفيديو اضغط لايك عشان تشجعنا نكمل معاكم محمد صبري من وي تو اي بيزنس القناة الخاصة بتطوير كل المهارات اللي بتحتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك النهاردة مش هيكون فيديو تعليمي بقدر من احنا حابين نشارك معاكم احد التطورات اللي احنا عملناها في الستوديو اللي بنصور فيه الفيديوهات والتطورات اللي مرينا بيها لغاية ما اخدنا قرار هذا التطور في البداية احنا كنا بنفكر نعمل اوبجريد في الكاميرا واحنا حاليا بنصور بكانون 700D او 700D وعدسة سيجما 1750F2 اللي مش فاهم الانواع دي هنعمل حلقة للمبتدئين عشان نتكلم في الكاميرات والعدسات وازاي نختار الكاميرا والعدسة المناسبة بالنسبة لنا فكنا بنفكر في كاميرا كانون M50 او M50 ونشغلها على نفس العدسة اللي احنا قلنا عليها لكن لقينا عشان نجيب الكاميرا ونجيب الكونفيرتر اللي هيركب العدسة دي على الكاميرا الكانون M50 لقينا دي هنخش ببجت حوالي 15000 جنيه وده اكبر الحقيقة من البودجت المتوافر معانا خصوصا ان احنا لسه ما عندناش دخل ولسه ما عندناش سبونسر فقررنا نعمل أبجريد في الصوت ونأجل موضوع الكاميرا ده شوية خاصة ان الفيديوهات اللي احنا بنقدمها فل هاي ديفانيشن يعني مش كواليتي وحشة فاحنا ممكن نأجل الموضوع ده شوية ان احنا نصور في 4K فالأبجريد اللي عملناه وكنا عايزين نشاركه معاكم هو في المايكروفون احنا اول ما بدأنا قناة يوتيوب الاولانية اللي قابل دي HR Video Training with Mحمد صبري وهي كانت بتقدم مجرد اعلانات للقرصات اللي احنا بنعملها ما كناش بننزل عليها مكتوى قوي يعني فاول ما بدأنا نسجل استخدمنا المايك الشهير لكل اليوتيوبرز بويا M1 وانا عاتي بالحقيقة على الناس اللي بيقولوا ان ده من افضل المايكات لان هو من اسوأ المايكات اللي ممكن تبدأ بيها لكن ممكن تبدأ بيه احسن من تبدأش خلص وبعد كده دخلنا وجبنا جهاز زوم H5 وده كنا جايبين عشان يستخدموا اوديو انترفيس بشكل اكبر وبعد كده غيرنا المايك البويا وجبنا مايك سوني ECM CS3 والاتنين هما كوندنسل مايك بيتم توصيلهم عن طريق 3.5 جاك اللي هو الجاك بتاع الهيتفونس اما المايكروفون الجديد اللي احنا جايين نتكلم عنه النهاردة سامسوند C03UXLR مايك تعالوا نقرب منه ونشوف الاكسيسوريز اللي معاه ونعمل أم بوكسيند ده وش البوكس بتاع المايك سامسوند C03UXLR مايكروفون جميلة لفوكالز اكاوستيك انسترومن وزروم او المايكروفون وهنا في بعض الـ description هنا برضو هنلاقي بعض الفيتشورز بتاع المايكروفون واو جوه البوكس هنا ده الـ quick guide بتاعه او المانوال ده تهنيئة على ان انت اشتريك المايكروفون ده الـ user عندنا من المايكروفون ده اتنين version الـ version الاولاني هو version بـ microphone USB عشان يركب في اللابتوب على طول وبيكون فيه كرت صوت بلتان لكن في الحقيقة احنا مجناش ده لانه unprofessional يعني مش هعرف هوصله على ميكسر مثلا مش هعرف هوصله على اوديو انترفيس فبيبقى للمتدقين اكتر فاحنا عشان كده جبنا الـ version التاني اللي هو سامسوند C03UXLR اللي هو بيشتغل بكابلات الـ XLR وانشوفها بعد شواله كمان لان المايكات الـ USB هي الناس المبتدقين مش professional فعشان كده مش عاملينها في شنطة زي دي بصدول هارد كيس شنطة بلاستيك هارد كيس محترمة جدا عشان نقدر نحفظ بيها المايكروفون زي ما انتو شايفين مدى الاهتمام بالميكروفون وحطينه في شنطة فيها فوق من جوه عشان تحافظ على الميكروفون نيجي بقى نتفرج على الميكروفون نفسه الميكروفون ده الخامة محترمة جدا كله من المعدن مفيش يمكن غير الجزئية دي بس هي من البلاستيك في الحقيقة ده ثارق عن C01 ان حاطين في مجموعة من الـ functions تتحكم فيها عن الضريق الضرايع دي وده هنقوله هنتكلم عنه دلوقتي وده هنقوله نتكلم عنه دلوقتي الجزء اللي تحت ده بيتفك هنا بيركب كابل XLR وممكن نركب واحدة تانية ودي اسمها SP01 الخامة بتاعت المايكروفون كلها من المعدن مايك تقيل تحس ان هو يعني فيه قيمة الحقيقين هنا في LED بتاعت حاجة اسمها Phantom Power دي لما بوصله باديو انترفيس او بميكسر هو بيطلح حاجة اسمها Phantom Power بيدي باور للمايك ده عشان يشتبك الزرار الاولاني ده اسمه Pad Switch هتلاقي فيه مينس عشرة دي بي وفي زير لما بعمله على مينس عشرة دي بي ده يقلل لي حساسية المايكروفون عشان لو انا مش عايزه يلقط اصوات من حوالي الزرار التاني فيه اختيارين في High Pass وده اسمه Low Cut باستخدمه في ايه باستخدمه عشان اقلل الترددات اللي انا مش عايزها صوتها يلقطها المايكروفون الضهر هنا فيه ثلاثة Pattern الزرار بيعمل ثلاث حركات الباترن الاولانية خالص اللي هي شكل دايرة دي بنسميها Super Cardoid طب دي لما بعملها بتعمل ايه بتسجل من الاتجاه الاولاني اللي هو ده ما تسجلش من وراء وده باستخدمه جوه الستوديو بيكون بشكل افضل ليه عشان ما يلقطش من الاسوات اللي حواليه الاختيار التاني اللي في النص اللي عامل زي القلب ده بياخد الاسوات من كل الاتجاهات سواء بقى من وراء قدام من الجناب بياخد الاسوات من كل الاتجاهات الباترن التالت اللي هو على شكل ثمانية ده بيسجل من اتجاهين قدامه ووراء بس ما بيسجلش ليين ولا شمال عشان برضو بشوف ايه الوضع المناسب بالنسباني واستخدمي وبكده احنا انتهينا من الفيديو النهاردة اتمنى يكون فيديو مفيد بالنسبة لكم في انتظار دعمكم لينا باللايك على الفيديو لو لسه مشتركتش في القناة اضغط سابسكرايب فعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات الجديدة لو عجبك الفيديو اضغط لايك في انتظار اسئلتكم في الكومنت لشرفنا متابعتكم لينا على كل مواقع السوشيال ميديا كل الرقوبة هتلاقوها موجودة في الوصف اللي تحت الفيديو كم معاكم محمد صبري من وي تو اي بيزنس القناة الخاصة بتطوير كل المهارات اللي بتحتاجها عشان تعمل اونلاين بيزنس ناجح بنفسك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته